توقعت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاس مهل بهو الانتهاء من دراسة العمولة على التحويلات المالية عبر الكليك خلال أسبوعين وأشارت في تصريح لرؤية إلى وجود خيارات متعددة قيد الدراسة على آلية فرض الرسوم على خدمة الدفع عبر الكليك بحيث ستكون الرسوم مبلغا مقطوعا على جميع التحويلات وحسب شرائح محددة لفتة إلى أن قيمة الرسوم ستختلف بحسب الجهة المنفذة لعملية الدفع إذا ستكون على الأفراد أقل من المؤسسات وبررت هذا التوجه بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاق خدمة الدفع كليك مجانا إلى ارتفاع التكاليف على البنوك نظرا لتقديم الخدمة على مدار الأسبوع وتوقعت بدأ فرض الرسوم على خدمة كليك في حال إقرارها خلال الربع الثاني من العام الحالي ونفذ خلال الشهر الأول من العام الحالي مليون ومئتان واربعون ألف حركة عبر كليك بقيمة ستمائة وأربعة وتسعين مليون دينار ثلاثة وسبعون في المئة منها تحويل أموال إلى العائلة والأصدقاء من قبل الأفراد في غالبيتها الحظمة حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مخاطر إرسال الوثائق الشخصية الرسمية أو البطاقات المالية لأي جهة عبر الإنترنت وأوضحت الوحدة في بيان على صفحتها على السوشال ميديا أن ألية عمل بعض الشركات التي تقدم قروضا وهمية تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض وطلب الحصول على صورة الهوية الشخصية لتقوم الشركة بإنشاء حساب باسمها أو التسجيل في محفظة إلكترونية ويتم تلقي أموال احتيالية عبرها وشددت جرائم الإلكترونية تحذيراتها من شركات وهمية تقوم أو تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعت المواطنين في حال وقوعهم من هذا النوع من الاحتيال إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغ فوري بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظمت شركة تطوير العقبة جلسة تعريفية حول برنامج تنمية مسار الصادرات 2024-2025 بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في الأردن ويهدف البرنامج إلى توفير التدريب التقني اللازم للشركات وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية واستهدفت الجلسة الشركات العاملة في قطاع التصنيع لتطوير وتنمية الشركات التجارية مع الولايات المتحدة وبلغ حجم الصادرات الوطنية ضمن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا حتى نهاية شهر 22 الماضي ملياراً وتسعمائة مليون دينار بارتفاع طفيف عن العام الماضي نحن في غرفة التجارة الأمريكية في الأردن نقوم ببرنامج توعية في كافة محافظات المملكة والآن ننطلق في منطقة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدعم وتوفير التدريب التقني المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو تكبيرها في حال كان هناك علاقات تجارية ما بين هذه الشركات في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي اشتعلت المنافسة بين دول لاعتلاء المراتب الأولى على سلم أقوى اقتصاد في العالم وسط تحديات متجددة أبرزها ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة ورغم محاولات العودة بالاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي فإن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت على مدى العشر سنوات الماضية الحفاظ على موقعها كأكبر اقتصاد عالمي ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون و900 مليار دولار العام الماضي رغم المخاوف التي سيطرت على اقتصادها أما الصين فلم تنجح بتجاوز الولايات المتحدة وبقيت في العقد الماضي ثاني أكبر اقتصاد عالمي رغم أنها استطاعت أن تقفز بحجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون و700 مليار دولار العام الماضي أي أكثر من نصف الاقتصاد الأمريكي فيما نجح الاقتصاد الألماني العام الماضي بالتربع على المرتبة الثالثة بدلا من اليابان بحجم ناتج محلي إجمالي بلغ 4 تريليونات و500 مليار دولار بعد أن بقي رابع أكبر اقتصاد عالمي على مدى 9 سنوات لتحل اليابان في المرتبة الرابعة العام الماضي بحجم اقتصاد يبلغ 4 تريليونات و200 مليار دولار متخلية عن المركز الثالث الذي حافظت عليه على مدى 9 سنوات أما الهند اللاعب الأكثر تغيرا في موقعه على مدى العقود الماضية فقبل 2013 كان يحارب ليدخل قائمة أكبر اقتصادات العالم لينجح العام الماضي بالحصول على لقب خامس أكبر اقتصاد عالمي بعد أن ترنح ما بين المرتبتين الخامسة والسادسة في التسع سنوات الماضية وفقت النرويج التي ترأس مجموعة المنحين الدولية للفلسطينيين على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية بحسب وزارة الخارجية النرويجية وأوضحت الوزارة أن أوسل وافقت على تقديم حل مؤقت يسمح باستئناف المدفوعات بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية وستحتفظ النرويج بجزء من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة لرفض الاحتلال تحويلها للسلطة الفلسطينية منذ أن احتجزت أموال المقاصة في السابع من تشرين الأول أكتوبر السلطة الفلسطينية أكدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أنها تريد الأموال بالكامل ولم تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها وتشكل إيرادات المقاصة حوالي 65% من دخل السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية